سوها خلاصة يعني صاحبة مكان هتبقى موجودة دايما معنا وهنلاقي اكتر من حد من ستات طابلة الست يكونوا موجودين معنا في الصالون المبهر فسوها انا هستأذنك الاول انا عايز اسأل دعاء الاول ازاكى دعاء عامل ايكوينس الحمد لله عاش من شافك والله دعاء ايا كان مقدار حبك وتأديرك واحترامك للمدير للمؤسس حط كل التسميات دايما فيه شيء انت بتحس ان فيه صعوبة معا ايه اكتر حاجة بتشوفي انه السوها صعبة فيها واضح اني فيه حاجات انتي محتارة واضح مش اقول مش اقول انا عملا ببصلك اللي هو يعني انا جماعة مش هنتكلم بالكلام ده برا الفرقة سوها لما بتبقى مشهولة بفكرة مش بتسمع مش بتسمع كويس ايه اللي بيحصل لازم تركز كويس قوي واي ديستورشن حواليها بيخليها يعني تتعصب او تتنرفز فلازم وهي بتفكر او متخيلة حاجة لازم نسيبها ما ينفعش نعمل لها اي ديستورشن دلوقتي محدش يحاول يقطع تفكرة او حتى بس لو هي مثلا قالت انا بفكر في كذا او ايه رأيكم ونعمل كذا اوكي نبدأ ان نقول رأينا وبتاخد رأيكم او او بتاخد رأينا جدا ولا بتتعامل بتكتاتورية لا 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 خالص بتاخد رأينا جدا بتاخدي رأيهم في ايهاشا ايه الموضوع اللي ممكن تاخدي رأيهم فيها ايه الموضوع histoire plea وده جد وله ويه الموضوع اللي بتعتقدي انه ده قرارك انتي لا انا باخد رأيهم في كل الحاجات في كل يعني مثلا في كل الحاجات او في كل يعني مثلا في الاغاني لا ما في الاخر انا اللي باخد القرار نهائي ما شاء الله لان احن مجموعة اه فاكيد كل حد بيكون لي رأي مختلف عن التاني فأنا اللي باخد القرار الأخير لكن مثلاً في اختيار الأغاني باختار مثلاً حاجة واخد رأيهم عليها أو حال لما حد بيقترح حاجة بنفكر فيها سوا وبعدين مثلاً لما بنيجي نبدأ على فكرة جديدة بحس كده أنهنا لازم نعود زي ورشة عمل نعود ونطلع الأفكار وممكن نعمل هنا كذا ونقول هنا كذا اللبس مثلاً هنختار أني فستان أني لون كل دي تفاصيل باخد رأيهم فيها وبنشاركها كلنا سوا حلو جداً هل في طابلة الست في مساحة أن أنتوا تفكروا وتعرضوا أفكاركوا على سوها؟ أو وتختاروا أغاني وتقولوا طب إيه رأيك ما نزود دي نعمل دي آآ آآ وإخراج الأغنية كمان لأن الأغاني إحنا بنحب أن نبقى أنتوا مش بس بتغنوا آآ أنت في عندكم أداء حركي يعني أنتوا بتأدوا كمان بالضبط وبعدين بداية الأغنية هنبدأها إزاي؟ هنعيد إيه؟ المزيكة هتدخل إمتى؟ هننهي إزاي؟ الحاجات دي كلها بنحط رأينا فيها وبنتشارك فيها يعني ما بيبقاش رأي واحد حلو جدا سوها مين اللي بتزغرط؟ حبيبة تي فين يا حبيبة؟ حبيبة مستخبية ودعاء برضو بتزغرط لا أنا مش بتعيش ولا بتزغرط أنا كل مرة لا إيه الزغروطة ديها من الزاوية اللي أنا مش شايفها فبقى بعيز أعرف مين اللي بيخبط الزغروطة؟ حبيبة 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 آآ أكتر حد بيزغرطة الزغروطة اللي فكرني بالزغروطة بتاعت خالتي أنا في الأفراح بتاعتنا زمان يعني لازم تسمع أعلى أيوة وأكثر الزغروطة كل إيلة بيبقى فيها الشخص ده لازم في حد ده بتاعت الزغروطة أيوة فأنا طول لوقت أنا عملا مين اللي بيزغرط؟ حبيبة وده من وعدة فكرة والزغروطة دي جات منين برضة فكرة غريبة جدا طيب الأغاني بتختروها على أساس إيه أسوأ؟ يعني التراث الغنائي المصري مصري ألاف الأغاني مما لا شايفت فيه بتختاروا على أساس إيه؟ أنا بحاول أختار غاني مبهجة فيها سعادة وفرح وبهجة لو طبعا قابلت أغنية لي علاقة بالستات يا سلام آه إنحياز واضح بكون مفضلها يعني زي العتبة جزاز سلم نيله وفنيله وعلى ورق الفل ده اللي يعني دي حاجات ستاتي قوي ما فيش رجل هيقول كده استحالة أيوة وعلى عتبة جزاز دي رجل هيقولها ده تبقى مشكلة معنا إحنا التلاتة ولا دخالة؟ لا حالة يا غلس إيه؟ ما بنعبرش رجالة مستحيل راجل يقول كده هتعمل مصيبة هزف المجتمع طبعا آه 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 يعني والله في ناس ممكن تروح مفاجآنا برضو آه 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 الألق يعني الألق بيبقى كبير جدا فلما بيبقى فيه أغاني ستات ستات طبعا دي بالنسبة لكم بنستحوذ عليها فكهة الموسب آه إيه الدرجة التانية؟ يعني لو جالكوا أغنية أو لقيتوا وأنتوا بتفتشوا وبتمقبوا في التراصي الغنائي بتاعنا لقيتوا أغنية رجالي رجالي شايبة فيه أزمة بقى أنكوا تغنوها عادي آه آه عادي البنات لما بتغني رجالة عادي بيمشي الحال هتغنوها ولا هتعتبروا أن ده انحياز جنداري جدا فلأ لأ بنغنيها بالفعل زي صلاة الزين مثلا ما هيش انحياز يعني ليه؟ لأ دي بتحكي أبا سعدة بتحكي موالك فارس حواديد مش انحياز دي احتفاء بملاحم وبطول آه فلطفة أما لا عايزنا نقولي مش عايز ما تقوليش عايزنا لا تحطييش في كورنر لا تقوليش ده وحنا مش قد الستات في مصر يكلونا وشي يعني بس بيبقى فيه اختيار يعني أتراكتف كده لو الأغنية ريليتد بإفنت معين زي مثلا السبوعة آه السبوعة احنا حبينا نغنيها لأن هي ليها انفيروم انت عتحصل يعني فيه الست بتخطي على البيبي فيه الهون صح فيه الكلام اللي بيتقال البيبي فدي صورة مش مجرد أغنية ده إفنت حصل على مدار سنين كتير في كل بيوت فاحنا مثلا لما عملنا الأغنية دي في الساقية فيه ناس أجانب مثلا قاعدوا يقولوا هو إيه اللي بيحصل هو إيه الهون ده أو إيه اللي بيحصل يعني مش مستوعبين الشكل الاحتفالي بتاعنا فما بدأوا يفهموا الناس قاعدة تقولهم إن ده البيبي لما بيتولد بيعودوا يعملوا كده علشان نودنه ويعودوا يقولوا له كلام في ودنه فده إفنت الناس مش عارفة التقليد بتاعه بالذات دلوقتي مش ناس كتير باقي بتعملوا أصلا فالأغنية بتبقى تركتبت لها هنرجع بأغنية من حفلة من حفلاتكو في ساقية الصوت وأنا هبقى سعيد لما نيجي نغني مع بعض هنا أنكم تسمعوني فعلا الأغنية بتاعة السبوع لأن أنا شايف أنه احتفالات السبوع بدأت تنقرض على ما يبدو يعني استبدلوها بالعقيقة يعني ما عارفش إيه يعني عايزين تاكلوا كله بس خلونا نحتفال التراثي بتاعنا اللي ايه ده؟ ما بقتش السبوع بقى بيبي شاور بقى بيئة أو إن إحنا نقول لسبوع بيبي شاور يعني إيه مش عارفة بيحموا العيل يعني مش عارفة بكلامه جد بجد أنا الحد طبعا أنا عيالي بقى يعني هم عملية أنا عيالية أدوكوا تقريبا إيه عملتوا سبوع صح طبعا طيب بالزبط ده أنا بفرح في السبوع يعني ما ببقى فرحان جدا حالة احتفالية يعني أيوة كلنا بنفرح يا فكرة كمان السبوع دي إن هي كانت من زمان قوي اللي هو بنبدأ نقول للبيبي وإن هو السبعة أيام الإقاع فنعمله إقاع بنغم النحاس دي في ودنه صح فقد إيه الإقاع كان مهم جدا والهو دوم 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 ترارارارا ونبدأ نقول له أمانينا بقداننا إن هو صغير إسمع كلام باباِ إسمع كلام ماما في عمري ما إسمعك كلام ماما إسمع كلام أمك لا تسمعش كلام أبوك يعني طول الوقت لازم إسمع 해도 ذات لو العمه هتقول إسمع كلام beauك طبعا يعني على حسب مين أمك لا كده أمت حربة في العيلة أكيد دايما إسمع كلام أبوك تلاقي دايما من أبو وبتسم مش مواجر وده من مقصول الفؤاد يعني طب هنا سؤال بقى وانتو بتعملوا اغنية السبوع دي لايف ولو عملتوها معنا بتعملوها في الحالة التابلو ده يعني انتو ليكم اداء حركي بس وانتو قاعدين ده اللي انا بخب لي منه بس انتو يعني في حد مثلا ممكن هيقوموا يعدي مش عارف انتو بتعملوها ازاي احنا دخلنا بشموع وعملنا سبوع فعلا ووزعنا على الناس والهون طبعا يعني عملنا التقليد كله والصورة كلها عملناها فجزء من طابلة الست مش بس الهون وفيه تفاعل كمان مع الجمهور الاعلى بتشاركوهم فيه رؤية متكملة للحالة مش بس يعني احنا بنخاطب كل الحواس بنخاطب الودان من حيث الاغنية والايقاع نخاطب العين من حيث الصورة لو فيه آلات متنوعة لو فيه شموع مثلا شمعدان بيتلبس بنخاطب حسة الشم بنولع بخور بنولع بخور في الحفلات انتو قواريب قوي قوي اصلا دي افكار حلوة يعني لو حد في الغنى طول الوقت قاعد عمال بيحرك كل حواسي ده شيء رائع ايوة فبنخاطب كل الحواس في الأغاني والحفلات بتاعتنا يعني يبقى صورة حلوة ستات بتعزف مقدمين الصورة مثلا لو سبوع يبقى هون لو عيد نوزع كحك وكمان من خاطب الحاسة التذوق السبوع وزعنا السبوع فعلا وزعتوا سبوع نفسك اه اه سبوع سبوع وحلوينيات وحبادي 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 كل حاجة بنعملها سوا فده لطيف جدا شبطار 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 طيب